يعني احنا خلاص بنقرب من مباراة مباراة اهم طبعا على مستوى مش الموسم ده ومش بطولات اللي احنا هنخدها الموسم ده على مستوى تاريخ الاجيل ده من لعبة النادي الاهلي احنا امام الحقيقة تحدي تاريخي وانجاز تاريخي هيحسب للنادي الاهلي ويحسب للجيل ده من اللاعبين في حالة نجحنا في تحقيق اللقب رقم 11 وممكن يكون ده واحد من اهم الدوافع انت بتتكلم على ثلاث بطولات متتالية تتكلم على الوصول للبطولة رقم 11 وبإذن الله معاها المشاركة في ثلاث نسخ متتالية من كاس العالم وده انجاز هيكون صعب جدا تحقيقه في حاجات كتير جدا على الرغم ان احنا عارفين ان احنا شايلين هم المغرب وشايلين هم من المباراة يعني في المغرب بما ان المنافس مغربي عارفين انه جماهير الوداد ما هيش بالجماهير السهلة وانا اتوقع انه من قبل المباراة توقع السيناريو الاسوأ مش هجوما ولا انتقاصا من الجمهور الوداد احترمه اقدره وعارف انه واحد من احسن جماهير الاندية على مستوى القرى لكن انا متوقع انه من بداية وجود العابة الاهلي في الملعب هيتم ورثة كافة انواع الضغط الممكنة اللي من جوه المنهج واللي من بره المنهج واكيد العابة النادي الاهلي عارفه ده كويس اوي واكيد الجهاز الفني عارف ده كويس وعارفين هيتعامله معه ازاي لكن باتكلم على حاجات تانية كتير ممكن تكون بتصبه في مصلحة النادي الاهلي واعتقد ان المسر المسلماني هاشتغل عليها وانا الحقيقة الراجل ده اختلف كما شئت حبه اكرهه شوفه عظيم جدا بانجازاته مع النادي الاهلي شوفه مش احسن مدرب تولى مسؤولية النادي الاهلي ده حاجة نسبية وتقييم فيها بيبقى شخصي لكن انا اراها جدا جدا على مسلماني ان شاء الله في المباراة بتاعة يوم الاتنين اللي جاي وشايف انه ان شاء الله باذن الله هيقدم لنا واحدة ان شاء الله من احسن مطشاته مع النادي الاهلي الفرقة رجعت اتمرن نهاردة زي ما قلت لحضراتكم بعد الراحل اللي خدها اللعيبة بعد مطش امبي واعتقد ان هما كانوا محتاجين لنفس الاكسوجين ده يعني متفقين انه بان عليهم الحقيقة في الفترة الاخيرة اللقطات اللي حضراتكم شايفينها دي على الهوى مباشرة ربيعة محمود وحيد عرفت كمان انه كهرباء موجود انها طبعا واخلص فترته في تركيا موجودنش بيتمرن مع الفريق لكن موجود عشان يساند زماله الشحات هو اللي مديني دهره الشحات بتهيالي برضو من الاوراق اللي ممكن تكون مهمة جدا في المطش بتاع الوداد لسابق خبرته يعني طاهر فاق قوي ما شاء الله احمد عبدالقادر ما تقدرش تشكك في انه لعيب تقيل جدا في فرقة الاهلي ويقدروا يصنعوا الفارق برسيتاو متقلق ونتمنى انه يواصل تقلقه لكن الشحات كمان بيتهيالي ورقة مهمة جدا في مطش الوداد لسابق خبرته بالملعب والسابق خبرته بمواجهة فريق الوداد وتقلقه الحقيقة في مطش الوداد زهابا وايابا زي ما حضراتكم شايفين كده ده اخر تمرينة لينا هنا ان شاء الله الفرق بكرة هتسافل المغرب طيارة خاصة زي ما قلت لحضراتكم واحدة من عامل التفوق برضو اللي رائن عليها انه كابتن خطيب في ظل يعني ظروف صعبة جدا بيواجهها نتمنى له دايما الشفاء الراجل حقيقة يمكن التلات مواسم او الموسمين الاخيرين دول وبما فيهم الموسم ده بزل مجهود فوق طاقة البشر لكنه الحقيقة كان حريص انه يترقص بعثة النادي الاهلي واعتقد ان وجود كابتن الخطيب في المغرب مع الفريق يعمل فارق كبير جدا ان شاء الله بإذن الله بخبراته ويكون واحد من اهم الرموز للعب وطبعا للنادي الاهلي ميستر بيتسو مسميني عمل جلسة النهاردة مع الجهاز عشان يبتدي يتكلم مع كابتن سيد عبدالحفيز ومع جهاز الكورة عشان الجلسة كانت قبل بداية التمرير النهاردة عشان يحطوا الملامح والسيناريو الخاص ببرنامج الفريق خلال رحلة المغرب لمواجهة الوداد ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي وزي ما قلت لكم مجلس اقدارة النادي الاهلي قرر ان يكلف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي برئاسة بعثة الفريق اللي هتسافر للمغرب عشان تخوض المباراة نهائي دولي الابطال والبعتة ان شاء الله كلها هتسافر بكرة على طيارة خاصة عشان رحلة يمكن هتسغرق حوالي ستة ساعات عشان تبدأ اللمسات الاخيرة ان شاء الله قبل مواجهة الوداد يوم الاثنين اللي جاي اشتركوا في القناة